سلام عليكم باشوانجزين مش هقول اسمي مواتح تعليمي? حالف امروك اتخركت والحمد لله نقاشت المشروع واخدت شهات التخرج وبتدور على فرصة عمل والحمد لله ربنا كرمك ولقيت فرصة العمل اللي انت عايزة مهندس موقع في احد شركات المقاولات. خلاص الشركة عملت معاك انتربيو وعملت كل الاجراءات المطلوبة لتعيينك ونازل اول يوم موقع وبيبقى فراسك سؤال مهم او عدة اسئلة يا طرى هعمل ايه? هروح مين? هكلم مين? هستلم ولا مش هستلم? هشتغل ولا مش هشتغل? همسك حاجة مش همسك حاجة? هعمل ايه? تاخد ايه معاك وانت رايح? ما تاخدش ايه معاك وانت رايح? اسئلة كتير بتدور في ذهنك انت داخل على حاجة مجهولة. خلال الحلقة دي هنرد مع بعض على اهم الاسئلة اللي بتدور في ذهننا واحنا رايحين اول يوم شوك. سيبوا كل في ايديكم واعروني سامعكم وانتباهكم. بفرض انك انت شغال في شركة مقاولات كبيرة تصنيف اول مثلا شركة معروفة. فاول يوم لك بتروح بتتفق مع خط السير اللي انت بيعدي عليه كل يوم في معاهد معين. خط السير ده مسلا بيبقى اي اي مقواص اي وسيلة ناقل بحس ايه? بتعدي على كل مهانسين تنقلهم لموقع العمل وترجحهم تاني اخر النهار. بتكلم السباب بتتفق معاه بتربط معاه يتقابل فين? عالساعة كام? مش الساعة كام? وطبعا اكيد هيتأخر عليك كالمعتاد? مش عشان هو منوش زنب يعمل. يجب زنب المهندسين اللي بيركبوا معاك. بيتأخر دقيقة دقيقتين عشر دقيقة ربع الساعة لما تستحمى وتشطب. ويتوقض ويعمل كل الشعار اللي بعملها برضو. فتلاقي ايه? المقواص تأخر عنك مش مشكلة. بتركب خط السير. بتتوجه الى الموقع بتاعك. اول شخصية بتقابلها في الغالب بتكون مدير المشروع. ويبتدي يتعرف عليك يسألك اه اخبرك ايه? عامل ايه? الحمد لله على السلامة. كنت فين قبل كده منجلنا? يبدأ ياخد معانك ايه? شوية معلومات. ما لم يكن السبيه اصلا بتاعك معك. المفروض ان الاتش ار بيبقى مديك. ورقة كده فيها شوية بيانات هتملاها. اسمها نموذج تعيين بدء العمل. الورقة دي المفروض بتكون معك وانت رايح الموقع في اول يوم بحيز بتديها لمديرك مدير المشروع ويمضي او يقشر على انك انت جيت اول يوم الموقع بحيز الراتب يبتدي يعد من اول يوم دخلت فيه الموقع. مسلا انت مسلا متعين يوم عشرة في الشهر. فلحد اخر الشهر لحد تلاتين. اتيجي مسا عند اخر الشهر طيب عشرين يوم. بعد كده مرتبك يبقى كامل من بداية الشهر الجاي مع بيت زميل. بعد كده المفروض بيدي لك رؤية عامة عن المشروع. بيبقى معاك عنده مسلا في مكتبه لوحة للموقع العام. ليه قوت كامل الموقع العام? ويقول لك والله احنا شغلين في النقطة دي مش شغلين في النقطة دي وصلنا لحتة دي ما وصلناش لحتة دي. فانت بالطبيعة تسأله تقول لها فنم طيب انا همسك ايه? يقول لك هتاخد بصة كده على الموقع والتاع يوم يومين. وبعد كده ايه نشوف ان شاء الله مساكك اه قطاع معين او مساكك جزء معين في المشروع. ده يبقى مسئوليتك تتابعه وتبشره اول باول لحد تمام التسليم. تتعرف على المالك بتاع المشروع مين? اه مكتب للشرط الهندسية مين? اللي ماسك المشروع? اللي بيشف على المشروع? وبتتعرف على الشركات المأوليات حتى التانية لو فيك ازا شركة مأوليات شغالة معاك في نفس المشروع. بتعرف اهم الشركات يا توانت صورة عامة عن المشروع. بتروح ب proved like later تتعرف على زميلك المهندسين اللي شغالين معاك في نفس المشروع. الفريق اللي انت هتشتغل معه. سواء مهندسين او مشرفين او محاسبين ايا كان الناس المتواجدة في المشروع. عايز يسألوك بقى انت جاي من ايه باش مهندس مش جاي من ايه كنت فين قبل كده. ايه ده وفعت كام يا هندسة مش ده وفعت كام. يبتدوا ايه? تتعرفوا على بعض. بحيس انك انت تختار مسلا حد او كده اه مديرك هتلاقيه مسلا بيقولك انزل باش مهندس مع المهندس الفلاني. النهاردة بص بصة كده على المشروع شوف الدنيا فيها ايه? او ساعات مسلا اللي هو مسلا فاضي ما هوش حاجة الى مدير نفسها وينزل معها كلف على المشروع. يوريك الدنيا على الواقع فيها ايه? يعني لقى ورا لك الموقع ورى لك الموقع على يه اوت? على اللوحة يوريو لك بقى فعلي الدنيا فيها ايه ودنيا اخبارها ايه وهكزاين. انت اليوم ده مش مطلوب منك انك انت تعمل اي حاجة ولا تسلم اي حاجة ولا تمسك اللوحة ولا تصفي ولا تنفذ ولا تعمل اي حاجة خلص. مش مطلوب منك اي مسؤوليات مجرد انك انت بتاخد رؤي عامة المشروع عن الناس اللي في المشروع. وانت ماشي مسلا في الجولة او انت بتلف مع مديرك. اه بتقعد تسأله اه على ممكن ممكن تسأله على بعض المواصفات بتاعت الشغل. اه تقول له مسلا انتوا هنا مسلا بتشتغلوا بجهد خرصانة قد ايه. اه الصد هنا اخباره ايه بيبقى عن طريق ايه وكده. معلومات ايه بسيطة جدا. طيب افرج مسلا انت لقيت حاجة غلط. اه عندك في الشغل وانت بتمر كده. اه طلعت مسلا على سقف. او من بعيد حتى بصيت على حد شغال عازل مسلا شغال غلط. ما تخشش بقى تجود كده بقى تخش على طول الشحط كده وتقول لا ده غلط ده ما يصحش وما ينفعش وده مش قصوه ده مش الكود وده مش ومواصفات لا. اهدى شوية اهدى انت اول يوم ليك بقول له في مواقع حين لسه منسخة تمام? لسه محدش يعرفك. ومحدش طال منك رأيك. وانت مش ماسك مسؤولية حاجة. ممكن تعلق تعليق بسيط ما تعلقش حتى لا. مفيش اه ساعتها تبدأ ايه تمسك الموضوع وانت تنظم وانت لتحط السيستم ونظموا الكلام ده. طبعا وانت ماشي مع مديرك او مع اي حد من زميلك. اه ممكن مفيش معينة انك انت تعرف على المقاولين. معلم فلاني مسلا حداد معلم فلاني النجار البنة. بحيس تاخد فكرة سريعة عن المقاولين برضو للمسكين. وهما كده كده الواحدهم بيبقوا شامينك اصلا من الاول انك انت مهندس ايه جديد وما شوفكش قبل كده في الموقع ايه. كلمة طيبة الله ينور معلم من دنيا تمام. اه وهكذا كلام بسيط. احتكاك بسيط جدا مع المقاولين. ده في الاولين. بعد كده هتشوف المقاول والصناع ده اكتر من ابوك وهم كده. مفيش مانع بعد المرور ده مسلا هيبقى وصلت مسلا على الظهر كده على صعاد الظهر. اه مفروض يعني لو لو الموقع ان انت شغل فيه بنادمين. ففي الغالب البنادمين بياخدوا ساعة بريك يعني. مش عشان خاطر عيونك مسلا اك انت مهندس وليك حق وكده لأ عشان بس الصناعات ماخدوا بريك فانت ايه مش هيشتغلوا فانت متشتغلش معهم. دي نقطة. ترجع مسلا للكارفان بتاعك اللي هو بيتك التاني اللي هتعيش فيه مدة طويلة ان شاء الله من الزمن. اكتر ما هتعيش بيت اهلك اساسا. عندك صبة عندك بيات عندك اي حاجة هتعيش فيه يعني مدة كبيرة. ترجع تقعد في الكارفان تستريح شوية بتاع الكلام ده. وبعد صلاة الظهر. ممكن تبتدي تسأل مسلا مديرك تقول له لو في داتا مسلا للمشروع اه اللوحة التصميمية. لو في لوحة شوب درونج مسلا او كده. بتاخد فكرة عامة عن الموضوع بس. لو حابب تعمل كده. مش حابب برضو انت كده كده معلكش مسؤولية مش فرقة معاك يعني انت ايه مجرد جاي يعتبر نهاردة اول يوم بس بيعملوك انك ضيف سائر اه سائح بيلفوك يقولوك معالم المكان. فاخر الاسبوع هيبتدي ايه الرزع فيك يشتغل ان شاء الله وانت قدها ودود ما تقلقوش يعني. نقطة مهمة نقطة مهمة ودايما بنبه عليها واحنا راحين مواقع وانا عارف ان دي بتمس كل مهندس تنفيذ شغال في الموقع وهي الاكل. اه طبعا انت بتوقع انك انت كنت في الكلية لما بتروح ما بتروحش معاك اكل. ليه ما هو الاكل في الكلية او عربية الفول اللي ورا اللي عند بابت الكلية من ورا بتطلع مثلا من المحاضرة التانية التالتة بتاع تروح تاكل ايه? ايا ان كان الاكل اللي هتاكله وبعد كده هترجع تاني ايه للمحاضرة. فانت بتوقع ان ده ايه الطبيعي في الموقع. لا حضرتك انت رايح صحرا. والصحرا بيبقى فيها مصدر الواحد للتغذية وهو كانتين. الكانتين يعني يفضل يفضل حاول تتجنبه قدر امكاني. حالات تسمم غير طبيعية مفيش نظافة في الاكل مفيش مفيش اكل اسلا وهو اكل كله عبارة عن مينيو كله دبان اساسا لا ملناش دعوة حاول تخاف على صحتك ومش رجولة او شبحانة ان انا باكل اكل من برا يعني. لا مش حاجة اسمها كده. انا مش معنى ان انا راجل ايه ده انت فرفوري يا لا بتاكل من اكل بيتي وامك بتعمل لك اكلي. لا فيش الكلام ده. ده مش مقاس للرجولة. لا. حاول تحافظ على صحتك ما تاكلش اكل من برا ليه عشان تعرف تكمل في الشغل بس. ادي الفكرة. لان انا بمديرك اكيد مش هيقدرك انك انك انت لما تغيب بتارات اربعة ايام هيقول لك لا انت او الله يا رجل محترم وبتاع وكده وغير بتارات اربعة ايام ما فيش مشكلة والشغل يقع. لا طبعا يعني. فانت بتحاول تحافظ على صحتك قدر الامكان. وما يبقاش الموضوع سهلك. مثلا زي نأتي في يوم في يومين ماشي. تجيب حاجة مثلا تتصبر بها ماشي. لكن يبقى هدفك الاساس كل يوم كل يوم تفتر وتتغدى من الموقع من اللي كنتين. لا ده بقى صعب عليك فيه ريسك كبير جدا. واسألوا جميع مهانسين التنفيذ اللي اشتغله لازم يجيله حالة تسامه او لازم يجيله ايه? مشكلة عنده في الاكل ربنا السرعة علينا جميعا. انت حاول تاخد اكلك معاك من البيت امك بقى تعمله لك اي حد يعمل لك في البيت. اكل بتاع مغلف تطلعه في وقت ايه? الفراغ تاكل على قد مطلع. طبعا تاخد كمية اكل محترم واناك انت في صحرا بتدح في الرمل بتدح في اه خلاص اليوم بيقفل الساعة اثنين الساعة ثلاثة خلاص الدوان بيخرص على الساعة مثلا اربعة او الساعة خمسة بس كده شكرا بتركب خط السير وانت راجع ممكن بقى تبتدي ايه? تتعرف على الناس بجد بقى يعني تكلموا معهم وكده بتاعتوا اللي انا قبلت والله المهندس الفلاني النهاردة انت ماسك ايه? انت ماسك ايه? طبع انت دفع الكام مش دفع الكام? لان دول هيروحوا ويجي معاك ايه? فترة طويلة من الزمن لو هم فيضلوا في نفس الشركة وما كرهوش حياتهم واقعدوا يفكروا في قرار الاستقال لخمسمائة مرة ان هم يروحوا شركة تانية وبرضو بتاخد مسلا ممكن تاخد نمرت حد او كده لو اه ومعها نمرت السواق بحيس برضو اتتابعوا معاها لو ما عايفتش يوصل السواق الصبر بتكلم الحد ده اللي هو بيقى مسلا اقدم مهندس في العربية اه بيبقى هو ماسك الباص او ماسك الوتوبيسي وبتاع بحيس تعرف تكلمه انت زبط معه الموعيديا كنا بنعمل حركة لطيفة كنا بنعمل طبعا جروب عباس طبعا انت لما هتخش الموقع او هتيبقى او اليوم ليك الموقع بتلاقي نفسك شركة في 500 جروب جروب خاص بالمهندسين معدل مدير جروب خاص بالمهندسين الي بيركبوا معك خط السير جروب خاص بالمهندسين الي معك في منطيط المشروع وهاكسب بتلاقي نفسك دخلت في ستة سبعة جربات طبعا انت بتعمل لهم كلهم ميوت لان ايه على طول بيبقى شغال نتفيكيشن اول باول باول لحد من بطارية تفضى ومتشتغلش الواتساب وتقعد تكره نفسك وفي الاخر تمسح البرنامج الواتساب لو امكاني بس طبعا مش بتقدر تمسحه لاني ببيعت عليه حاجات مهمة زمان كان طريقة الكلام بتاعتنا بويلار بتاع الكلام ده لو في شبكة في الموقع دلوقتي لا بقى الواتس ايه اسهل المدير مس هينزل حاجة او حد ينصور صورة او حد يتفع على حاجة تروح عند كل الناس ايه في وقت واحد موضوع بقى اسهل بكتير لو في نت في الموقع طبعا انت من احد الحاجات اللي احنا بنعانيها في الموقع ان احنا شبكة النت وشبكة الموبايل الموبايل مش مشكلة هم حاجة طبعا عندنا النت عشان نفيز وما نفيزش والكلام ده بتفضل تطلع على قمة جبل عالي تنزل في قعبير تروح مين شمال تروح تتحرى بقى لالايه السج الاقوى نقطة فين بحيث تلط ايه ان دي معاناة هتقابلها في الموقع في الغالب على طول يعني بشكل مستمر فحاول دايما عند ما تقدر يكون معاك الموبايلين اللي هو الموبايل بالتعبان ده اللي بيقعد بطاريته بالست سبع سنين ما تنخلص ويحاول يكون معاك الموبايل السمارت عشان تعرف تتكلم وتراصل وتستقبل من عليك ده باختصار كانت الاجراءات اللي بنعملها في اول يوم زي ما قلت لك مش مطالب باي حاجة تعملها في الموقع كشغل كشغل الموضوع بيبتدي من ت تاني يوم تلت يوم رابع يوم حسب الريتني بتاع الشغل حسب الضغط بتاع الشغل في الموقع ومديرك بيبيديك مسلا مسئوليات معانا انت بتمسكها وبنقال عليها بيبتدي حسبك عليها ويشوف انت ظروفك ايه او تماما كهي نقطة احب اقولها في اخر حلقتنا اول اسبوع لنا في الشغل بقى بنعمل ايه لا بنبتدي بقى ايه عملية مذاكرة بتبقى بتعمل مسلا انت بقى انت في مرحلة اسمها مرحلة تجميع المعلومات تجميع البيانات يعني ايه يعني بتاخد داتا عن المشرو داتا عن البنود اللي في المشروع آآ الرتم المشروع آآ لو في جدول زمني في المشروع حيات جدول زمني بتاع المشروع يبقى عندك نسخة وتبقى عندك نسخة من كل اللوحات اللي ينفع مهندس التنفيذ يمسك او اللي هي تفيدك كمهندس التنفيذ لو في تقرير الجسات يبقى عندك نسخة لو في مواصفات يبقى عندك نسخة لو في معاك الكود موجود في الموقع مثلا مكتب المدير او مكتب حد من زمالك خلي معاك الكود مش تذاكره مش عشان تتحفظه لا عشان ايه لو اختلف في حاجة في الموقع ترجع الكارفون تطلع الايه المعلومة دي حاول يكون عندك اكبر قدر من البيانات بحيث تعرف تتحرك وانت شغال في هذا الموقع. دي نقطة ونقطة تانية قاعد مع مديرك بحيث يحط لك الخطوط العريضة للمشروع. يعني ايه? يقول لك والله هندسها احنا في مشروع ده بنستلم بالطريقة الفرنية واحد اتنين تلاتة اربعة في البند ده. والبند التاني بنستلم بالطريقة الفرنية واحد اتنين تلاتة اربعة. الاستامة دي صح بس انا عندي صح تاني. لأ ممشيش الصح بتاعنا. اشوف الرتم بتاع المشروع. اشوف سياسة المشروع ايه? واشتغل عليه. طبعا الاتنين ايه? الاتنين صح وما فياش مشكلة. طيب افرد مسلا بنستلم بطريقة ممكن يكون فيها سنة خطأ او الكلام ده. اه بترجع تقعد مع مديرك تقول له يا فندم والله العرافة يعني طبعا بتتكلم عن ما انتهى الادب والاحترام. اكبر منك اقدم منك خبرة وسنة. يا فندم والله العرافة يعني وانت الوحدك برضو مش قدام حد بينك وبينو بس عشان يقدر يتقبل التعديل اللي انت هتعدله. والله يا فندم النقطة الفنية دي العرافة يعني في حدود علم وطوضع وانت طبعا حضرك تعلمنا ان النقطة دي مسلا في الكود بتتعمل بالطريقة الفنية. اه فهل حضرتك مسلا الكلام ده بيبقى قبل التنفيذ ولا مش قبل التنفيذ ولا النقطة اللي في الكود دي مش عملية. فيبتدي ينقش معاك وتصلوا ليه? اقرب نقطة اتفاق بينك وبين بعض لكن ما تجيش من اول يوم لأ انتو غلط ما بتفهموش وانا الصحة وانا الصحة عندي ودي الكودة اهو محدش يكلمني بقى ترامل في الكودة انت المضوع ايه? خلصان وشكرا. لا لا لا. دي مش طريقة وده مش اسلوب. مفوض بقى فيه تحضر او تعامل محترم بينك وبين. زميلك وبينك وبين المهانسين اللي اقدم منك بزيادة كمان. يعني انت لو بتحترم زمانك اراضة. لأ مديرينك بتحترمهم اربعة وعشرين اراضة. مش بتحترمهم من دور اللي هو بقى لازم ترضى لازم يرضى عنك ولازم ده اللي بيديك مرات اخر الشهر وده اللي بيكتب لك البونس وده اللي مش عارف. لا لا لا. ده اسمه خوف او اسمه تطبيل. لأ ما حبش كده. انا حب احترم المدير بتاعي على اعتبار ان هو اكبر مني سنا وادم مني خبر. دي اسمها الاقدمية. في المشروع عندي او التعامل بيننا وبين المديرين ده من ساميها الاقدمية. الاقدمية نقطة مهمة جدا جدا بينك وبين مديرك. اوعى تتخططه. في مسافة كده بينك ومديرك ما تتخططهش ابدا. ده باختصار. قرضو اسمه المشروع تحاول تتعرف بقى وتاخد. تشوف لك مسلا اه لو انت مديرك مسلا قالك ايه خلاص على الاسبوع الجاي. قوله لا. انت بقى حاول تثبت نفسك. تقول لا يا فندم انا عايزين ايه? انا مش جاي يعود هنا في الكرة فقط انا كده قاعد في صحراء. لا يا فندم انا عايز امسك حاجة معاناية. ريت تمسكني الجزئية دي. اه بحس عب انا امسكها من اول يوم. اه متابعها من اول يوم. ما عدش استنى اسبوع اسبوعين. كده يا. ماشي مسكت الحاجة دي او مسكت القطاع ده من المشروع. تبدأ باتتعرف على كل مقاول شغال في المشروع وتاخد الداتا بتاعته. اه البنة. انبيض المحارة. السباك الكهرباء. ايا كان المنود اللي شغالة فيها بتعرف ايه? على المقاولين دي بالتفصيل وانت تقدم لهم نفسه. ولوما انا مهندس كزا كزا ان شاء الله هابع معاك وده رقم تليفوني خده. هات رقم تليفونك بحيس افضل اتابع معك ايه. رايح جاي لو في حاجة لو في اي مشكلة اه كلمني على طول. وانا اللي هنزل معاك بداية من هذا الاسبوع. تبدأ تقول له في اللي واحد اللي معاك تشغل بها تمام. بيانات نقصة مش بيانات نقصة. اه ارجع لي الكلام ده كل. اي حاجة بقى هو يعوزها يبقى انت ايه? وسيلة صال منك ليه على طول. اتمنى اني اكون رديت على معظم الاسئلة اللي بتشغل المهندس في اول يوم او في اول اسبوع هيعمل ايه وما يعملش ايه. لو عجبتك الحلقة اعمل لايك وشير وانشورها على اوسع النطاق. مستني ارائكم وتعليقاتكم في هذه الحلقة. واللي شايف ان في حاجة مهمة مسلا احنا مهنهاش اه ويحب هو يضفها. ضفها تحت في التعليقات. حابب اعسى مع عرائكم واستفساراتكم بهذه الحلقة. وسلامه عليكم يا باش موانجزين.